بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي وأعزائي طلاب وطلبات الصف الثالث الأعدادي طبعا كلنا عارفين إن إحنا داخلنا على مرحلة الامتحان بتاع الصف الثاني فطبعا إحنا عندنا النهاردة مراجعة اللغة العربية طبعا النهاردة في برنامج مدرستنا وهنقدر إن إحنا بإذن الله نحط النقاط المهمة اللي هتقدر من خلالها تكتاز هذا الامتحان إن شاء الله طبعا أنا أحب إن أنا أبدأ بالنحو وتعالوا معايا كده على الصبورة نشوف أهم النقاط اللي نقدر فعلا إن إحنا نكتازها ونقدر نفهمها كويس جدا طبعا تعرف إن إنت عندك النحو بيتكون من المشتقات والمشتقات أول حاجة فيها هي اسم الفاعل واسم الفاعل زي ما أنت أخذت معانا في الفصل الدراسي الثاني هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مشتق كإني كده عندي مثلا مادة خام زي البترول وهشتقي منها حاجات كتير جدا اسم الفاعل ده بشتقه من الفاعل نفسه زي إيه؟ عندي مادة كاتبا دي مادة دي مادة خام عندي علشان أقدر إن أنا أجيب منها اسم الفاعل طبيعي جدا إن أجيبه على وزني إيه؟ فاعل يبقى كاتبا كاتب عندي كمان لو أنا قلت شاربا هيبقى شارب إذا أنا عملت إيه دلوقتي قدرت إن أنا أشتق من الفاعل اللي هو السلاسي بجيب منه اسم الفاعل على وزن فاعل زي إيه؟ أنا عندي مثلا الفاعل أخذ ده فاعل سلاسي وانت أخذت معانا في الصف الثاني الإعدادي الفاعل السلاسي هو الذي يتكون من سلاسة أحرف زي إيه؟ أخذها تبقى خذ كل اللي أنا بعمله بجيبه على وزني إيه؟ على وزني فاعل أما إذا كان الفاعل غير سلاسي يعني أكتر من ثلاث حروف طبعا ببدأ إن أنا أعمل حاجة تانية خالص هجيب منه المضارع وصيغ منه على وزن مضارعه زي كلمة إن دهشة لو أنا فكرت في إن دهشة ده ألاقي إيه؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى وفيع لأكتر منين؟ من سلاسي السلاسي يأتي على وزني فاعل أما غير السلاسي يأتي على وزن مضارعه إن أنا هعمل إيه بقى؟ نقلب يا المضارعة هقلبها مين مضمومة مع كسر ما قبل الإيه؟ للإخر زي إيه؟ إن دهشة دي هجيب منها المضارع اللي هو إيه؟ يندهش برافو سمع حد بيقول معايا برافو شباب يبقى يندهش تبقى إيه؟ مندهش تمام؟ عملت إيه؟ حولت يا المضارعة مين مضمومة وقسرت ما قبل الآخر إذن هنشتق الفعل اللي هو السلاسي هنجيب منه اسم الفاعل على وزني فاعل زي كتب كاتب خرج خارج أما إذا كان الفعل غير سلاسي فهجيب طبعا صورته في المضارع ونقلب يا المضارعة مين مضمومة ونكسر ما قبل الآخر لكن حبيبي عايزة أخليكو برضو أخلي بالكو من حاجة دايما في الامتحان الناس اللي بتحط امتحانات عندها ملحظات فنية اللي هي إيه؟ خليك معايا كده أنا عندي مثلا ما أقول لك إيه؟ الرئيس راعن للمرأة هنا الرئيس راعن هو كلمة راعن دي جاي من إيه؟ من الفعل إيه؟ راعة مش هو أصل معتل الآخر؟ طول ما هو معتل الآخر أول فما لقيه في حالة الرف هقول عليه إيه؟ راعن عملت إيه؟ ما ينفعش أقول راعي وما لقول إيه؟ هقول راعن حزفت الياء وعودت عنه بحاجة عندنا في اللغة العربية اسمها تنوين العوض تنوين إيه؟ العوض خلاص نكمل ده كان بالنسبة لإسم الفاعل هناخد دلوقتي يا جماعة قطعة كده أو حتة سطر كده تعرفوا من خلاله لما إجا أقول كده الرئيس داعن للنهضة ومدرك حقيقتها إيه بقى؟ أنا دلوقتي عايزة إسمي فاعل سلاسي وواحد تاني غير سلاسي أنا سمع دلوقتي حبيبي بيقولوا أيوة الرئيس إيه؟ داعن دا سلاسي جاي على وزن إيه؟ فاعل أمال دا إيه؟ اسم فاعل اللي هو إيه؟ غير سلاسي سلاسي ليه هو غير سلاسي؟ علشان أنا جايبا على وزن مضارعه حولت يا المضارع الميم مضمومة وبعد كده قسرت مقابل الآخر طيب تمام تاني نوع من أنواع المشتقات هو اسم المفعول واسم المفعول حبيبي سهل جدا لإنه هو بييجي على الفعل اللي هو المبني للمجهول ودايما بيكون الفعل بتاعه متعدي يعني إيه متعدي؟ تعالوا نشوف كده يعني إيه؟ أولا أنا عندي كلمة كوتيبة كوتيبة دا فعل مبني لإيه؟ للمجهول طول ما هو مبني للمجهول هقدر إن أنا أجيبه على وزن إيه؟ مفعول يبقى كتب إيه؟ مكتوب أمالزرع على وزن برضو مفعول إيه؟ مزروع وعدة موعود عندي كمان شجبة مشجوب إذن إنت بتعمل إيه؟ بيجيب الفعل مبني للمجهول وبتحوله في السلاسة على وزن إيه؟ مفعول شاطرين يا شباب إذا كان الفعل سلاسيا إذا كان الفعل سلاسيا معتلا إيه اللي بيحصل؟ بجيبه على وزن مفعول وخلي بالي من الحاجات المشهورة جدا اللي بيجيلي في القطعة يقول لي مثلا إيه؟ مهيب معيب ماينفعش أقول مهاب ولا معاب ماينفعش بأي حال من الأحوال أنا هقول مهيب، هقول معيب، هقول مقدي، هقول مدعوه، هقول مرجوه، هقول مبنيه كل الحاجات دي طبعا اللي هو لما بيكون معتل لما جاوزنه هو ما فيش واو يبقى على وزن إيه؟ على وزن مفعول نيجي بعد كده نتكلم على جزئية تانية لو هو بقى اسم المفعول ده غير سلاسي اسم المفعول غير السلاسي بعمل إيه؟ برضو بدور في القطعة على الميم المضمومة دايماً بدور على كلمة مو أو المو عشان كده أنا هعلمك معي طريقة سهلة جداً وإحنا بنحل أن أنت هتعمل دواير على كل اسم أوله ميم يئما هدور على المو يئما مو ليه بقى؟ لأن أنا في اسم المفعول هجيب ميم مضمومة مع فتح ما قبل إيه؟ الإخ زي كلمة إيه؟ مقدس مهيأ مرتب مهندم وعندي كمان كلمة المشهورة جداً عندنا هنا هي كلمة مقدر بتيجتل جداً في الامتحان هي ومعلن نخلي بنا من الحاجات دي يقولك النتيجة معلنة النتيجة إيه؟ معلنة يبقى هنا شطرين يا شباب سمع حد بيقول معايا أن هي ممكن تكون إيه؟ ممكن اسم الفاعل واسم المفعول أو المشتقط عمتاً اللي هي اسم فاعل واسم المفعول وصغط المبلغة يمكن أن هي تكون مؤنس وممكن تكون هي مذكر طيب تعالوا نشوف كده طريقة تانية ليسيغ المبلغة سيغ المبلغة طبعاً دي أنا بقول مبلغة معنى كده أن هي صفات تدل على القسرة صفات تدل على إيه؟ على القسرة زي إيه؟ بتيجي على خمس أوزين تيجي على كم وزن؟ خمس أوزين شطرين أول وزن اللي هو سمعة، فعول، تاني، شطرين، فعيل، فعال، مفعال، فعل، تمام يا شباب دولة خمس أوزين بيجي منهم السيغ المبلغة عندي أسماء الله الحسنة كتير جداً لتوقع سيغ المبلغة زي رزاق، وهاب، عظيم، شكور وممكن توقع صفات وحشة زي حسود، حقود وممكن تبقى نبيل حاجة حلوة إذن سيغ المبلغة هي عبارة عن صفات الصفة دي بتدل على إن هي بتحصل بكسرة تحصل بكسرة يبقى إحنا كده رجعنا على سيغ المبلغة ورجعنا على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول تعالوا بس كده دلوقتي نحل عليهم ونرجع تاني وقولك هنعمل إيه؟ خليك معايا كده هنا البورد هنا مثلاً لما أجي أقول مصر أفضل الدول مكانة كلنا عارفين طبعاً أنا سمع بناتي وحبيبي وولادي بيقولوا إيه دا دلميس كتبت لنا مثال على اسم التفضيل مصر إيه؟ أفضل أنا عندي اسم التفضيل يأتي على وزن أفعل يبقى هو دلوقتي طلب مني اسم التفضيل في القطع أجيب إيه؟ أجيب حاجة على وزن إيه؟ أفعل أو فعلة أنا هقول مثلاً هي الكبرى هو الأكبر معنى كده إن فعلة دي للمؤنس وأفعل إيه؟ للمذكر تمام؟ هو في الامتحان بيقول لي كده هي أكبر الأخوات راح رجع لك أدخل على اسم التفضيل قال التعريف أنا هنا كنت أقول هي الكبرى عشان هنا فيه ألف ولام معرفة والضمير طبعاً معرفة لما بيكون معرفة ومعرفة طبعاً بيتبع اللي إيه؟ اللي قابله لكن لو هنا جه مفيش ألف ولام في الكلمة أقول هي إيه؟ أكبر الأخوات هروح شاري لده خالص وأقول إيه؟ هي الكبرى يبقى طول ما الألف ولام مش محطوطة بيجي على وزن إيه؟ أفعل حطيت ألف ولام يبقى أقول إيه؟ فعلة وده كان اسم التفضيل تعالوا معايا كده نشوف العصبورة دوت أو البورد بتاعنا هنا هنا بيقول إيه بقى؟ لم تقصر مصر في قضايا أمتها العربية وهي غير مفرطة في حقوق شعب فلسطين فهي ملجأ الأحرار والمناضلين أعلامها خفاقة هنا أعلامها خفاقة في ميادين القتال ساعية إلى السلام برافو أنا سمع أولادي بيقولوا إيه ده ده فيها وخلاص هنا اسم فاعل واسم مفعول وسيغ مبلغة تمام تعالوا كده نشوف لم تقصر مصر في قضايا أمتها العربية وهي غير مفرطة في حقوق شعب فلسطين فهي ملجأ الأحرار والمناضلين أهي المو إحنا بنور فينا على القطعة بندور في القطعة دايما على كلمة المو هنا كلمة المناضلين فعلا كلمة المناضلة لو جيت حققتها هنا على البورد ده هو المناضل خلاص يبقى هنا تبقى إيه؟ يبقى هنا من مضمومة ومكسور ما قبل الآخر شطرة سمعاكي وإنتي بتقول إنه هو اسم فاعل شطرين يا شباب نجي بعد كده ناخد هنا اسم فاعل تاني اللي هي ساعية ورافعة ليه أنا قلت كده؟ علشان دول على وزن مين؟ على وزن فاعل يبقى كلمة المناضلين اللي هي أولها المو بتبقى غير سلاسي إنما لو أنا عايزاها سلاسية طبعا بدور على حاجة على وزن فاعل زي كلمة ساعية زي كلمة إيه؟ رافعة وعندي كمان الداني وعندي القاسي يبقى إحنا عندنا هنا اسم الفاعل غير السلاسي في القطعة دي ما شاء الله كتير هو بطلب مني إيه هنا؟ استخرج من القطعة السابقة ما يلي اسم فاعل من السلاسي هو بيأكد عليك بيقولك نوعه وزنه وثم أذكر طريقة سياغته طب تعالا نشوف أنا قلت مثلا إيه من السلاسي اللي هي كلمة إيه؟ أيوة ساعية هي ساعية على وزن إيه؟ فاعلة طب هو ليه أنا جبتها على الوزن ده؟ عشان هي سلاسية نيجي بعد كده اسم فاعل لفعل غير سلاسي شاطر المناضلين لأنه هو بدور على المو ميم مضمومة ثم أذكر فاعله شيل الميم أول ما يقولك اسم الفاعل غير السلاسي هقولك إيه؟ شيل الميم على طول لما شيل الميم بقى إزاي؟ يبقى هقوله إيه؟ ناضلة يبقى هو مناضل ده اسم الفاعل عايز أجيب فاعله شيل الميم يبقى إيه؟ ناضلة نيجي بعد كده على اسم المفعول وزكر نوعه اسم المفعول وزكر إيه؟ نوعه طيب النوع اللي هو ايه شباب نوعه يعني اسمي فاعل اسمي المفعولي انه هو سلاسي او غير ايه سلاسي طيب احنا كنا مطلعين هنا اسم المفعول اللي هو كلمة ايه مجددة اهو دعوتها الى السلام العادل مجددة مجددة عملت ايه دورت على الميم المضمومة وفتحت ما قبل ايه الاخر ايه موجددة ده اذا انا في اسمي المفعول ببدأ ان انا اقول ايه ميم مضمومة ومفتوح ما قبل الاخر يبقى انا هنا هقول اسمي المفعول واذكر نوعه هنا غير سلاسي قدم اوله ميم مضمومة يبقى غير ايه سلاسي اذكر فعله اللي هو ايه جددة يهمني جدا بقى اشاف حاجة هو بطلب منك اسمي المفعول نوعه سلاسي او غير سلاسي انما لما يقولك هاتفعله طبيعي جدا ان انت تقف شوية لان الفعل بتاعه لازم يكون مبني للمجهول يعني كلمة مجدد هتبقى جددة هبني للفعل المجهول فعل المجهول دايما انتوا عارفين انه هو بيبقى اول وضمة ويبقى مكسور ما قبل الايه الاخر في حالة الماضي منيجي بعد كده لصيغة المبالغة صيغة المبالغة هنا هتكون ايه خليك كده معي احنا قلنا كم وزن صيغة المبالغة فعل فعيل برافو فعال مفعال فعل تمام كده طيب حد بقى فيكم كده يجي يقولي هنعمل ايه هنا ايوا برافو انا سمع حد بيقول والله يا جماعة ما شاء الله عليكم خفاقة على وزن فعالة يبقى انا عندي خفاقة على وزن ايه خفاقة على وزن فعالة تمام يبقى دهن ايه سيغة المبالغة ويذكر وزنها تبقى فعالة لان احنا قلنا المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول سيغ المبالغة طبيعي جدا ان هي بتعمل ايه اذا ما احنا عارفين وعادك تبقى مطمئن وانت بتقرأ القطعة هتلاقي نفسك بتحل بمنتهى السهولة اهم حاجة كل الكلمات اللي هي اولها مين مفتوحة او اولها مين مضمومة اعمل عليها دوائر عشان هما دول اللي انت هتقدر من خلالهم ان انت تعمل ايه هتستخرج كل الحاجات اللي عندك اسم التفضيل ثم اذكر وزنه احنا عارفين اسم التفضيل لو هو مذكر هبقى على وزن افعل زي افضل لكن لو انا عايزة خليه مؤنسة يبقى ايه فضلة طيب يا ترى ايه هنا اللي على وزن افعل او فعلا يبقى طول ما بيقول لي هت اسمي تفضيل هفكر في حاجتين افعل و ايه وفعلا طب يا ترى ايه تعال نشوف كده برافو سمع حد من حبايبي بيقول اقوى على وزن افعل تمام يبقى انا هنا جبته ايه وزنته اسمي مكان واسكر فعله ثم اسكر سبب ما جيقه على هذا الوزن محتاج ان انا اوضح لكم نقطة مهمة جدا على اسم الزمان والمكان ده كان اسم التفضيل طبعا انما اسم الزمان والمكان تعالوا معايا كده لو انتقال بساطة عايزك تحب النحو النحو سهري جدا مش محتاج اي حاجة انا بس تقول اللي عايزك ان انت تفكر بتروي بيهدوء وانت بتحل القطعة تلاقي الدنيا سهلة معاك جدا اللغة العربية طبعا لغة اهل الجنة ولغتان الجميلة طبعا فهنا طبعا هقول على اسم الزمان واسم المكان نفس الحكاية هو فيه منه سلاسي ومنه غير ايه غير سلاسي اللي هو السلاسي الميم بتعطف اوله مفتوحة طب غير السلاسي ميم ايه مضمومة صدقتني بقى لما قلت لك ان انت لغم تعمل دواير على كل كلمة عندك في اول هميم هيسهل معاك الموضوع انت عندك مثلا عشرين كلمة يبقى انت لما حطيت دواير قدرت ان انت تلخص نفسك في مثلا ست كلمات او سبع كلمات يبقى انت ما تروحش بعيد يبقى انا هابدى اعمل الدواير على كل كلمة اول هميم علشان اقدر ان انا فعلا احصر كل الكلام اللي انا عايزيه بيجي على وزنين وزن مفعل بفتح العين ووزن مفعل بكسر العين تمام طيب حاجة مثلا اللي على وزن مفعل دي اللي هو بيكون معتل الاخر زي ساعة هيبقى مسعى وانا نطقي هو اللي يحددلي الوزن مسعى اهو يبقى مفعل انما لما اجا اقول وسما هتبقى موسم قسرت طيب لو انا عايزة اقول مثلا ايه عرضة هتبقى معرد طبعا احنا بنقول معرد الكتاب غلط مفيش مفيش حاجة طبعا اسمها معرد اسمها ايه معرد اسمها ايه معرد الكتاب لما يجي اسألني هو انت ليه عملتها على معرد وهي اصلا معرد لا هي مش معرد هي معرد ليه بقى لان انا عندي هنا الفعل هنا في المضارع هات المضارع واشتغل لو انا جبت المضارع بتاع عرض اسمها ايه بقى يعرد بص ابن تقال بص اقولت ايه يعرد يبقى هنا عندي مين هنا العين في المضارع مكسورة طول ما العين في المضارع او الفعل دفسه في المضارع عينه مكسورة تمام يبقى انا اجيبه على وزن ايه مفعل بكسر العين خلاص كده يبقى انت دلوقتي في الامتحان هيقولك كده الفعل عرض يأتي منه اسم الزمان والمكان اسمي الزمان والمكان على وزن مفعل مفعل ولا مفعل هتختار ايه هختار ايه مفعل وهقوله كده لو قالك علل هقوله لان الفعل في المضارع عينه مكسورة نيجي بعد كده نشوف بقى هنا الكلام انا قلته هنا تعالى ثواني كده انا عايزة بس الهراء الاولى هنا اسم المكان زم هي كده اسم المكان واسكر فعله ثم اسكر سبب ما جئه على هذا الوزن اسم المكان هنا فين يلا اشوف بقى حبيبي فهمه اللي انا قلته ولا لأ هاجي هجيب حاجة على وزن مفعل بفتح العين او مفعل بكسر العين تعالوا نشوف انا سمع حد بيقول ملجأ برافو ملجأ على وزن مفعل يبقى خلي بالي لقيت ان الميم بتاعته مفتوحة وهو اصلا على وزن ايه مفعل تمام لو قال لي هتفعله احنا قلنا لما جئ فعله اعمل ايه يبقى منطول بساطة شير الميم يبقى فعله لجأ برافو تمام يبقى هنا انا جبت اسم المكان ملجأ ثم اسكر سبب ما جئه على هذا الوزن هقول لان مضارعه ايه اللي هو ايه يلجأ عينه مفتوحة صوب الخطأ هو هنا ينفع اقول مصر دولة مصانة ينفع ها طلابي وحبيبي قال لك لا ما ينفعش لان انا اتي من شوية يميس ايلا ان اسم المفعول اللي هو مصونة اللي هو مصون ومدعو ومقدي ما ما الميم مالها مفتوحة يبقى دي غلط عنزي ما ينفعش اقول مصر دولة مصانة هنا في خطأ تبقى مصر دولة ايه مصونة رقم اتنين رأيت ساعي في الخير ينفع اقول رأيت ساعي في الخير لا هتبقى رأيته ايه ساعيا لو انت اعربت معايا كده هقولك ايه رأى ده قلنا ان هو فعل ماضي وطبعا هنا تاق الفاعل رأيته انا ساعي يبقى ساعي ولا ساعيا ساعيا يبقى لازم اكتبها كده ساعيا لكن خلي بنا من حاجة لو هو بيقولي الرئيس ساعي غلط برده اقولي الرئيس ايه ساعي عشان الرئيس مبتدأ مرفوع بتضمة وكلمة ساعي هنا خبر والخبر مرفوع ولا منصوب الخبر دايما بيبقى ايه خبر المبتدأ بيبقى مرفوع فطبيعي جدا هقول اللي هو مفعل خلاص كده كمين تعالوا نشوف الجزء اللي جاي ده بصوا كده شباب الفرق كبير جدا لما اقول كان ابي ساعيا في الخير غير لما اقول ان ابي ساعي في الخير كان ابي ساعيا ده خبر كان وخبر كان ماله منصوب يبقى على هذا الشكل انما لما اقول ان ابي ساعيا خلاص يبقى ساعيا دي ايه اسم فاعل طبعا وهتبقى اسم هتبقى خبر انه مرفوع بالضمة لو جيت قلت عنان ساعيا للتفوق ومروان متفوق مثله انا هنا عندي اسم فاعل في الجملة دي اسم فاعل هيبقى سلاسي واحد تاني غير سلاسي يا طرى فين انا عندي بنتي عنان هقول علي ان هي ساعية خلاص يبقى هنا اسم ايه على وزن ايه فاعلة يبقى ده اسم فاعل سلاسي وعندي ابني مروان قلت علي انه هو متفوق خلاص يبقى مروان ده مين مضمومة ومكسور ما قبل الاخر يبقى غير ايه غير سلاسي ده فاعلها ساعة وهنا فاعله ده يبقى ايه تفوق كده تمام فيه كمان حاجتين هقول كده رحمة اقصر طولا من جانا انا كده بعمل مفاضلة بين مين ومين بين رحمة وبين جانا بقول ان رحمة اقصر طولا من جانا يبقى رحمة دي هي المفضل واقصر ده اسم التفضيل عشان يديني جانا اللي هو ايه المفضل ايه علي يبقى لما يجي يقولي هات اسمي تفضيل وهات فعله هقوله ايه اقصر وهاشيني الهمزة عشان ده فعله طيب يقول لي وازن هقول له رحمة أكثر طولا من جنة ده هيعمل لي هو الموازنة في حاجة تاني تعالوا نشوفها ودي مهمة نخلي بقى يا ريتم الحاجات اللي أكتبها لكم دي علشان كل حاجات التوقعات جاية في المتحان إن شاء الله طبعا إحنا عايزين نصلى على رسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين عايزين هنا طبعا نتكلم برضو بجزئية لما أجا أقولك كده فاضل بين الجمل والزرافة من حيثه نخلي بقى يا شاب من السؤال ده من حيثه تحمل العطش أيوة أنا سامعه ها يلا يا رغد هنقول إيه أول حاجة هنا هقول إن الجملتين دولت هعملهم كده هقول الجمل أكثر تحملا للعطش من الزرافة تمام كده؟ طيب حلو قوي الكلام ده يبقى ده سؤال ممكن يجينا وهو وارد إن شاء الله إن يجيب لك حاجة زي كده أقول لك فاضل بين كذا وبين كذا نرجع تاني لبقيت متحنة عشان نخلص تشوف المتحنة التاني إنما الحياة الدنيا لعب ولا الدنيا اسمي مكان؟ لأ طبعا الدنيا مش اسمي مكان أنت شايفة إن هي اسمي مكان لكن هو مش اسمي مكان أنا عندي كلمة أفضل مؤنسة إيه؟ فضلة أم الأدنى دنيا وإحنا قلنا إن الحاجة اللي على وزن أفعل اسمي تفضيل وكمان اللي على وزن إيه؟ فعلة يبقى أفضل فضلة أعلى عليا أمثل مصلة يبقى كل ما كان مذكر على وزن أفعل هيدف مؤنسه على وزن فعلة خلي بالك من الحتة دي كويس يبقى هنا هقوله لأ ده مش اسمي مكان أنا واخدها كويس جدا مع الميز بتاعتي إن هي تعتبر إيه؟ اسمي تفضيل مؤنس كلمة مقدام سيغة مبالغة الفعل بتاعها إيه؟ إحنا طبعا أي حاجة على وزن مفعال بتيجي كثيرا من غير السلاسي يبقى ما ينفعش تجي من قدامة وما تجي من إيه؟ أقدامة دي كانت الورقة الأولى اللي فيها أهم النقاط اللي لازم معرفها طيب هنا بقى لم تقصر مصر لم تقصر طيب هنا بقى بيقولك الفعل التقصر ده يتعري بإيه؟ طول ما أنا عندي لم لم دي من أدوات الإيه؟ أي وأنا سامع برفع عليكم من أدوات الجزم فهقوله كلمة تقصر فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم هنا عندي السكون طيب مصر في قضايا أمتها العربية كلمة العربية هنا اللي هي في الورقة القولة اللي قدامك دي طبعا هقول عليها أن هي نعت نعت إزاي مصر؟ أمتها العربية إحنا متعودين أن الكلمتين فيهم ألف ولام لأ الأولاني معرفة والتاني معرفة أصدر ما أقولش الاتنين فيهم ألف ولام معرفة ومعرفة أنا عندي كلمة أمتي هنا معرفة بالضمير وكلمة العربية معرفة بألف ولام في حقوق شعب فلسطين هنا كلمة حقوق بتاع شعب فلسطين فكلمة شعب هنا تبقى إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلام جريه القسرة والمناضلين اقرأ معايا الجملة دي عشان إحنا حلناها قبل كده وكان فيه حد قال إن هي مش الإجابة الصحيحة ركزوا معايا فهي ملجأ الأحرار والمناضلين جملة خلصت أعلامها أعلامها هتبقى خفاقة ده مبتدأ دي جملة جديدة هيبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفوع ايه؟ تضمه تمام؟ نجي بعد كده نتكلم على السلام العادل مجدده أني دعوتها إليه؟ العادل ملها ملها يا جماعة دعوتها دعوتها إيه؟ مجددة كل اللي جوا ده أنا مليش دعوه بيه أنا باخد المبتدأ وخبره إيه؟ دعوتها ملها وخلي بيه لك بقى أنا بسأل دايما عن الخبر بكلمة ماله الرئيس ماله ساعن في الخير الدولة ملها متقدمة إذن إحنا بنسأل دايما عن الخبر بكلمة ماله يديك الإجابة على طول هو ده الخبر طيب نيجي بعد كده أقول لك إيه؟ فليت العرب يدركون ليت العرب يدركون طيب هو يدركون ده أتفعل صح؟ عشان أنا عندي الأفعال بتبدأ بحروف أنايتو إيه حروف أنايتو؟ اللي هي همزة نون ياء تاء دي دايما بتكون أول دي طبعا بتكون من أول إيه حاجات دي؟ كلمة أنايتو زي كلمة أكرم أيوة مدخلة من هند أهلاً وسهلاً أهلاً يا أبناء يا أبناء ألو سواء عليكم ألو؟ ألو يا أبناء ممكن أعرف أسئلة المتحانات؟ نعم يا حبتي؟ ممكن أعرف أسئلة المتحانات؟ أسئلة المتحانات؟ أه أسئلة المتحانات إيه؟ يعني وضحي السؤال أكتر طيب فأني فارعة؟ إعداد في الإعداد دي إحنا دلوقتي بنراجع على حاضر يا أستاذ عناي يا حاضر إحنا دلوقتي بنراجع على الأمور البسيطة شكر يا أستاذ هند إحنا طبعاً بنتكلم هنا على النحو بطريقة بسيطة جداً بعلم طلابي وبناتي الحلوين إزاي إنه هما يستخرجوا من القطع بمنتهى السهولة زي ما عودتهم لو شفت الحلقة من أولها كنت عرفت إن أنا قلت لهم أي كلمة فيها ميم يحاولوا إنه هما يستفيدوا منها في طريقة الاستخراج علشان نحصر الكمية بتاعت الكلمات شوية بحيث إنه هما ما يبقوش تايهين في القطع نرجع تاني وعناي يا حاضر يا هند لو فضلت معي الآخر هتعرفي كل أسئلة أنت عايزها طبعاً هنا وصلنا لحد كلمة يدركون طبعاً ده فعل عشان أول وياه هقول عليه فعل لمضارع هيبقى مرفوع بسبوط النون عشان ده طبعاً من الأفعال الخامسة وكلام ده أنتوا عارفينه سلاح يواجهون به أعداءهم هنا بقى حتة مهمة جداً وولادي متعودين عليها معايا وياريت برضو الناس الحلوة اللي معنا بيتابعونا يعرفوا الكلمة دي عاملة إزاي بصوا كده أنا عندي الهمزة المتطرفة زي كلمة أبناءنا وأبناء أنا وأبناءنا هو أنتوا بفكرتوش هو أنا ليه مرة بحطها على الواو كده ومر على السطر ومر على النبرة بتاعتاً يحبقوا عليها ليه ليه بعملها كده خليك معايا طول ما هي في حالة رافع هقول إيه قال أبناء أنا عشان فاعل هحطها على الواو لكن لما جاقول إنه هتبقى أبناء أنا منصوبة لكن لو أنا قلت سلمت على هتبقى أبناءنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بصوا بقى أنا عندي هنا دي حالة رافع ودي حالة نصب ودي حالة طبعاً جر خلي بالك من دي كويس جداً دي ممكن دي ساعدك في الأعراب يعني مثلاً لو أنا تخيلت إن هي فاعل طيب فاعل إزاي الميس قالت دي هي لما بيكون فاعل في واو طب هنا ما فيش واو طبقى دي حالة نصب يبقى أنا هنا بعمل تحديد لنفسي بشوف الدنيا فيها إيه يبقى أنا حدد لو هي فيها واو يبقى هي لحالة رافع إنما لو هي على السطر يبقى هنا حالة نصب لو هي محطوطة على النبرة بتاعتنا اللي هو الطبق اللي احنا بنلوقع عليه ده عشان يسهل عليكم الأمور طبعاً طبعاً هيبقى إيه؟ هيبقى في حالة الجر طبعاً نشوف بقى هنا تبقى القاسي والداني هنا هيبقى معطوف مرفوع على مين؟ على القاسي لأن القاسي هنا يتحد القاسي هنا القاسي ده هو طبعاً معناها البعيد يبقى هقول على ده فاعل وأقول على الداني اللي هو معطوف عليه مرفوع بتضم المقدرة أما كلمة أعداءهم يواجهونهم أعداءهم برافو عليكم أنا سمعكم أنتو بتقولوا مفعل به إيه؟ منصوب وعلامة نصبه الفتح تمام يا شباب طبعا دلوقتي هنشوف الورقة التانية فيها اهم الاسئلة برضو اللي متوقعة لممكن تجيلك ياريت تركز معايا كده شوية فيها نمسح السبور عشان لو في عندنا اي معلومات احنا بنشكر المخرج بتاعنا يا جماعة لان هو فعلا يعني يمساعدني كتير بصوا كده نتكلم هنا نقول ايه الطالبات هن الأفاضل ايه ده ده في غلطة احنا عارفين من شوية المس كانت بتقول لما الاسم اللي هو التفضيل يجي فيه الفولام بيتبع مقابله في المذكر وفي المؤنس ايه ده ينفع اقول هن الأفاضل لا هعمل حاكتين يا اما هاشتب دي واقول هم وتبقى مذكر وتمام التمام يا اما هعمل طريقة تانية هشيل الأفاضل واقول ايه الفضليات هقول ايه الفضليات تمام نكمل اللي بعده طيب يبقى هنا هنقول الطالبات هن الفضليات علما طيب بالمناسبة يا شباب هي علما تتعلم بايه تتعلم بايه اهلا يا جانا الو ايوا يا جانا جانا معايا عليكم ايه حبيبة قلبي وموريني العربية هتبايا في المخطس بي العربية تبقى نعت تتعلم بايه تتعلم بايه هتبقى نعت طبعا نجيب الورقة تانية كده طيب يشوف الورقة الاولانية ما عليش يا جماعة بس نجيبها لنا تانية هي كلمة ايه امتها العربية اهي امتها قلتها يا جانا دي بسي شكرا يا جانا انا عندي كلمة امتها معرفة بايه بالضمير والتانية معرفة بايه بالقل صحي كده يبقى نعت يا جانا تمام وشكرا لاتصالك يا جانا تتصلي تانية لو عزت اي حاجة طبعا نكمل بقى هنا تاني نرجع للورقة التانية بعد اذنوكم بس الورقة التانية مخرجنا للجميل السماء ازرق من البحر اه كان في حاجة كتب قولها معلش جانا بس كتبتكلم الطالبات هن الأفاضل علما انا عندي في حاجة لو قلت لك مصر سواني طيب كده اهو بص كده معايا لو انا قلت مصر اقصر تقدما وجيت قلت مصر اقصر الدول تقدما انا عندي اسم التفديل اكثر صح؟ طب تقدما تتعريب ايه؟ انا عندي اسم التفديل بيعرب حسب موقوعه في الجملة انما حضرتك في الامتحان اللي هو انت هت يمتحن بكرة طبعا الناس بتوعى محافظة القاهرة يمتحن بكرة ان شاء الله ربنا معاهم ممكن تريب يوحط خط تحت كلم التقدما عشان تعريبها هتعريبها ايه؟ طبعا احنا عارفين النكرة بعد اسم التفديل يتعريب تمييز منصوب دي حاجات سوابة لازم تكون عارفها يبقى الاسم النكرة بعد اسم التفديل اللي هو على وزن افعل هعاربه تمييز منصوب بالإيه؟ بالفتحة انما لو هو جاي بعديه معرف بقال معرفة هيبقى مضاف إليه؟ مضاف إليه؟ مجرور بالإيه؟ بالقسرة تمام؟ يبقى انا عندي الاسم النكرة بعد اسم التفديل يعرب تمييزا منصوبا بالفتحة اما اذا كان معرف بقال هيتعريب طبعا مضاف إليه مجرور نرجع تاني السماء أزرق من البحر السماء أزرق من البحر ما ينفعش اقول كده انا عندي اصلا اسم التفديل على وزن افعل وكلمة أزرق ده فعل لون بيدل على لون ايوه برافو انا سمع بناتي بيقول ان طبعا بيقولوا هنا ايه؟ ان كلمة أزرق يميس ما تنفعش عشان ده فعل بيدل على لون على وزن ايه؟ افعل فهجيب فعل مساعد اقول ايه بقى السماء أكثر زرقة من البحر هقول كده السماء أكثر زرقة من البحر عملت ايه يميس انا هنا قلت السماء أكثر زرقة من الايه؟ البحر جبتي فعل مساعد على وزن افعل فعل مساعد على وزن ايه؟ افعل ورحت على طول جبت بعديه تمييز اللي هو مصدر قالو ايوه يا رحمة ايوه مصدر قالو السلام عليكم ايوه يا رحمة ايوه يا زيك السيدة ايوه يا حبيبتي ايوه يا زيك السيدة ايوه يا زيك السيدة ايوه يا زيك السيدة قدعيزها عن درس الكشف المؤجم عناية عناية حاضر عناية تمام ماشي شكرا يا رحمة شكرا يا قلبي هنا بيقول لك ايه بقى الغني مدعي للانفاق على الفقير احنا قيليني ان كلمة مدعي ما تنفعش تبقى اسمها ايه؟ الغني مدعو مدعو عشان ده اسم مفعول اسم المفعول ما يجيش اخر ياه هقول كده مدعو لأنه من الفعل دعية يبقى مدعو على وزن مفعل يبقى هنا طبعا دي برضو فيها ايه غلطة رقم تمانية بيقولك القول المعاب لا يحمد ايوا صح لسا قيلنا من شوية انا قلت اقول ايه مهيب واقول ايه معيب ولا اقول مهاب ولا اقول معاب ولا اقول مصان هقول ايه هقول القول ايه المعيب لا يحمد البضاعة المباعة لا ترد طالبة عنان من القاهرة اهلا وسهلا قالوا السلام عليكم عليكم السلام بنتي عنان فضالي ايوا يا ميسا ايدا ايوا يا حبيبتي بقمريني ايوا يا عنان سؤال في قلبي لو قسم التفضيل جيب عزيه كل ما معرفته يتعرف مضاف ليه انما لو جي ناكرة يا عنان هيبقى ايه تمييز منصوب بالفتحة وطي تلفزيون يا عنان واسمعين بص يا عنان احنا بنقول ان اسم التفضيل خليكي معايا حيبت اهو اسم التفضيل بيعرب حسب موقعه في الجملة وبيجي على وزن افعل او فعلة اذا جاء بعده كلمة ناكرة زي كلمة تقدما تحسبا على طول العلانية ايه تمييز منصوب بالفتحة اما اذا جاء او بعده كلمة معرفة بقل طبعا هتبقى ايه هتبقى طبعا مضاف ليه مجرور بالكسرة ودي طبعا من ضمن الاسئلة المهمة جدا اللي احنا بنقول عليها بتيجي في الامتحان خصوصا في اعراب اللي هو في القطعة فهمان ازاي؟ زي ما انا نجيتك النمازج ده كده وخلي بالك منها اللي بعده شكرا يعنان طبعا هنا بنقول المشغولات الزهبية احنا خلاص قلنا البضاعة المباعة ينفع قولي المباعة ولا قولي المبيعة بردو عشان المين مفتوحة يبقى عندي خلي بالي من كلمة المصونة المبيعة المقدية المبنية المهيب المعيب ما اقولش طبعا بالالف خالص مهاب ومعاب ما ينفعش عشان ده اسم فاعل يعتار معتله وايه؟ طبعا سليسي ناخد اللي بعده المشغولات الزهبية مصوغة بإتقان هي كلمة مصوغة اسم فاعل صح ولا غلط؟ مصوغة ينفع قولي المشغولات الزهبية مصوغة بإتقان مصوغة هنا اسم فاعل لا طبعا اسم مفعول طبعا اسم ايه؟ مفعول لسه وغدينها ايه؟ زي كلمة ايه؟ مصونة خليكوا عنكوا زكاء شوية في بعض الكلمات بتيجي عن نفسي واسد اختها يعني مثلا انا هقول كلمة مصونة مهيبة مدعوة مبيعة فكل الحاجات دي طبعا بتيجي على وزن واحد تعالوا ناخد بقى دي كلمة هذه يد الأعلى مين يقولي هذه يد الأعلى؟ طبعا فاكرينها وستقينا من شوية برافو عليك وانا سامعة انا عندي كلمة لا يهان اللي هي هذه يد الأعلى ما تنفعش اقول ايه؟ هذه هذه اليد العليا لان هو طلب مني طلب خطير جدا الحاجات دي يا جماعة عشان احنا بديها في السنوي واحنا بنشرح للسنوي بنخلي بالنا من التكات دي طبعا انت خلاص انتو كبرته وستعودوا على نظام التابلت وكلام ده فطبعا بيعتمد دايما على الاستنتاج وعلى اللي هو الاستقراء بتاعك انت فطبعا الحتة دي برضو من ضمن الحاجات المهمة قوي ان انت بيقولك هذه هي يد الأعلى هقول كده هذه اليد العليا عملت انا ايه؟ بيقولك خليها معرف بقل تخلاص انا لو حاطيت على كلمة اليد الف ولام وقلت اليد هقولت دايرك تكده على طول العليا خلاص لان احنا عندنا ان اسم التفضيل لما بيكون في الف ولام يتضع مقابله في التأنيس والتأنيس والتسكير والكلام ده انتو عرفته خلاص تمام اللي بعده استودع استودع دي هتبقى اسم زمان ومكان نفس الكلمة نفس الكلمة زي ايه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض بصوا كده لما اجا اقول مستودع هنا عملت ايه؟ حولت بين مضمومة وبعد كده روح تفتحت مقابل ايه؟ مقابل الآخر زي ايه؟ هقول هنا الآن مستودع الاسرار مستودع دي يعني مكان خلاص؟ عشان ايه؟ جبت له كلمة ايه؟ الآن هنا يبقى اسم ايه؟ زمان اسم ايه؟ زمان لكن لو قلتلك القلب مستودع الاسرار يبقى اذا كلمة مستودع تنفع زمان وتنفع مكان بس امتى؟ لما جيب قابلها حاجة تدل على الزمن تبقى زمان حاجة قابلها تدل على المكان تبقى مكان نخلي بنا منها كويس وطبعاً هنا بنقول لا يهان أنا لما أجأ أقول هنا لا يعرف ويقول لي مثلاً لا يهان وبيقولك لو سمحت خلي لي لا يعرف ولا يهان اسم تفضيل طيب ده ميس ولا سلاسي هنا يعتبر منفي فهعمله إزاي؟ هقوله كده من الأفضل اللا يعرف الرجل الحقائق دي قلة هي يبقى أنا هجيب أعمل إيه؟ هجيب حاجة اسمها من زائد الأفعل وهجيب كلمة إيه؟ لا حط لها قلة وحط الفعل زي ما هو يبقى كل اللي أنا بعمله بحط همزة هنا الهمزة دي أصلها أن ولا ده مخطوم مع بعض وحزفت النون يبقى هقوله هنا كده من الأفضل اللا يعرف الرجل طيب يهان هقوله كده من الأسوأ اللا هقول كده من الأفضل اللا يهان المؤمن يبقى طول ما هو عندي الفعل منفي هعرف إن أنا أعمله إزاي؟ هقول كده من الأفضل كذا ألا كذا من الأفضل ألا كذا يبقى الفعل اللي عندك المرء اللي هو منفي ده هحط له همزة بس بش هعمل حاجة تانية نيجي بقى للمشتقات دي يستخدم الفلاح إيه وإيه؟ حط إسم آلة مناسبين إحنا عندنا إسم الآلة ده أي حاجة باستعملها إسم آلة الآلم ده إسم آلة البورد ده إسم آلة الصبورة دي إسم آلة اللي أنا بصاح بيها دي إسم إيه؟ ممحايا هنا إسم آلة النظارة بتاعتي هنا كده إسم آلة كل الحاجات دي اللي أنا باستخدمها في حياتي اليومية إحنا بتساعدني على أداء عمل معين هقول عليها إسم آلة المزياع إسم آلة ويعني إيه مزياع؟ رجو طيب نقول هنا إيه؟ يستخدم الفلاح هقول إيه؟ المحراس والإيه؟ والفأس يبقى أنا هجيب حاجة الفلاح بيستخدم الفلاح بيستخدم المحراس ويستخدم إيه؟ الفأس تعالوا بقى اديكم حاجة كده حلوة من بتوع مسعيدة تعالوا عيالي متعودين على الكلام ده بصوا كده شباب بصوا الراجل دوت لو جي ألف لمتحان إيه؟ هقول له إيه؟ بصوا كده خليك معي لو جيت قلت هنا المزيع هي كلمة قيلة شوية بس خليك معي المزيع مزياع الخبر في المزياع هو أنتم مش ملاحظين مش ملاحظين إن كلمة مزياع والمزياع هناء مين معي؟ هناء ألاء أيوة ألاء؟ أنا مستعيزة أعرف تعال أم المفعال دي ولا إيه؟ نعم يا حبتي؟ معلش أنا أسه صوت بس فقدنا الاتصال؟ طب يتسلي تاني يا ألاء لو سمحت لو عندك سؤال يا حبيبتي أنا معاكي هنا طبعا المزيع مزياع الخبر في المزياع أنا عندي ده على وزني مفعال وده على وزني إيه؟ مفعال كثيرا ما يتشابه صيغة المبلغة مع اسم الآلة اللي اتنين بيقوا على وزني مفعال طب أعمل إيه؟ أكيد أنت عندك زكاء ما أنت هتها تفرق بين الصفة وبين الآلة اللي أنا باستخدمها أنا هنا بقول إيه؟ المزيع مزياع الخبر في المزياع خلاص يبقى أكيد هو بيقصر الإزاعة بيقول حاجات كتير هيبقى هو على وزني مفعال يبقى دي صيغة إيه؟ صيغة مبلغة خلي بالكوا يا جماعة من حاجات اللي أنا بقولها هدي بالله عليكم المزيع بقى الثاني ده آلة ده اسم إيه؟ آلة والإتنين بيتشابهوا طب خد واحدة تانية كده وأشوفك هتقول معي إزاي خليك معي لو جيت قلت الرجل منشار الخبر وهقول النجار يستخدم المنشار يطرق الفرق بين الصغتين دول اللي اتنين على وزني مفعال ده على وزني مفعال وده على وزني مفعال وأنا أجلالك خلي بالك أني اسمي الآلة وصيغ المبلغة متشابهة جدا في الوزني ده بس اللي هو مفعال يبقى ده صيغة مبلغة عشان دي صفة أهو أنا بوصف إن الرجل ده كثير النشر للأخبار نغم؟ ألو؟ أيا نغم أيوة نغم سلام عليكم أيوة نغم علي صوتك لو سمحت قالوا؟ أيوة نغم سمعني؟ نغم أنا سمعاك كده دلوقتي قولي يا حبيبي آه بصي وقال آه أقوله آه طبعا تفضلي يا حبيبت تأمرك قولي يا نغم اسمك حل يا نغم قولي سمعني؟ آه يا حت سمعاك والله الدول مخصف 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 درجة الأعمال بيقول نغم تببصي قوفي يا نغم في حتة فيها الشبكة لأن أنا آآ سمع صوت بس متقطعة قولي كده لا مسامعاك يا نغم قولي بس كده بالراحة بس الدول الدول المتقدمة المتقدمة مقصد مقصد مناسب مناسب لرجال الأعمال لرجال الأعمال تمام بيقولي استبدل ما تحتو خط باسم مكان اللي هي مقصد عايز مقصد دي تتعريب ايه؟ عايزها اسم مكان بيقولي استبدل ما تحتو خط باسم مكان الدول ما هي كده اسم مكان الدول ما معنا؟ المتقدمة مقصد مناسب لرجال الأعمال مقصد يعني مكانة بصي ما أنا بعرف طب إفريا نغم أنا أقولك شكرا يا نغم شكرا شكرا يا حب بص الجملة دي مهمة جدا طبعا أنا عندي بقولك أنا الدول المتقدمة المتقدمة دي اسم فاعل الدول المو المتقدمة إحنا اتفقنا هدور على المو ومكسور ما قبل الآخر مقصد شيل كلمة مقصد وحطي مكانها كلمة مكان الدول المتقدمة مكان مناسب لمين؟ لرجال الأعمال أنت جوابت على نفسك هي أصلا هي اسم مكان اسم مكان من فعل سلاسي من فعل إيه؟ سلاسي الفعل التاح اسمه إيه؟ قاسة ده إحنا اتفقنا إن أنا هشيل الميم ألاقي نفسي مسكت الفعل خلاص خش على بعد وبقى هنا بيقول إيه؟ إحنا طبعا عربنا دي ولا لسه وحد حبايبي ينسى يبقى منشار هنا صيغة مبلغة وهنا دي طبعا اسمي إيه؟ آلة طب مين بقى يعمل اللي دي؟ ألو؟ محمد معنا محمد؟ ألو؟ أيها محمد ألو؟ أيها محمد؟ سلام عليكم ألو؟ أيها محمد معي؟ إزاي حبيبي؟ إزايك يا حبيبي أمرني؟ لو سمحت أعرب سبحان الله إيه؟ أعرب إيه؟ أعرب إيه؟ سبحان الله عناية حاضر حاضر خليك معايا حقولها لك يا محمد حاضر شكرا يا محمد نقول بس دي الأولة هي؟ أنا عندي الأم خلي بالك بقى ثلتة عدد دي خلي معايا الأم ساقية الأم إيه؟ ساقية الديوف بماء الساقية بص كده خليك معايا أنا عندي ساقية وساقية هو هنا فيه هنا اسم آلة اللي هي الساقية التانية إنما كلمة ساقية الأولانية دي إيه؟ دي اسم فاعل بالله عليكم خليوا دي معايا معاكو وتعالوا معايا بقى نحل دي بسرعة عشان إحنا تقريباً الوقت بتاعنا هيخيقلص ضع خطاً تحت المشتقل اللي هو الإيه؟ المشتقل المناسب مصر مطلع الحضارة كلمة مطلع هنا هتبقى اسم إيه؟ اسم مكان شيل كلمة مطلع وحط مكان يبقى مصر مكان إيه؟ الحضارة العلم مقياس التقدم العلم مقياس التقدم هعمل هنا إيه بقى؟ هقول هنا مقياس دايماً بتجيلك إن هي اسم آلة اسم إيه؟ آلة مشتق طبعاً المدرسة مستقبل الطلاب دي اسم مكان الطلاب مستقبلون من المعلم بالترحاب مستقبلون من المعلم بالترحاب اسم مفعول هنا الصباح مستقبل الطلاب وقدم جاب لي كلمة الصباح قبلها هنا بتدل على الزمان وهتبقى معي اسم زمان الصحفي مزياع للأخبار طبعا مزياع هنا على وزن مفعال يعني كثير الإزاعة هيبقى طبعا هنا هيديني سياغ مبلغة ركز معي بقى أفضل أدى الطالب عمله المعتاد وهنا الطالب معتاد على المذاكرة أذكر نوع المشتق لما يقول لك إعرب كلمة المشتق في كل واحدة هقول له إيه بقى مشتق يعني اسم فاعل اسم مفعول صغط مبلغة الحاجات دي كلها هقول أدى الطالب عمله المعتاد كلمة المعتاد عندي هنا هتبقى طبعا هيئمة اسم المفعول أو اسم الفاعل لأنه هم اللي بتشابهوا دايما مع بعض بعض الأفعال زي إيه تعالي ما أخدهم أنا عندي مثلا سواني يا جماعة عشان لسا هنجاوب على سؤال محمد أخلص بس القطع دي بسرعة عشان ولدي عندهم امتحان بكرة سواني أنا عندي هنا كلمة الأب مختار الملابس وهنا الملابس مختارة كلمة مختار ومختار اللي اتنين نفس الصياغة بس ده هنا اسم فاعل وهنا يبقى اسم إيه مفعول زي الجملة اللي عندك على المرد هنا هو بيقولك إيه أدى الطالب عمله المعتاد يبقى عمله هو المعتاد اسم مفعول لكن الطالب هو اللي معتاد على المذاكرة يبقى اسم إيه فاعل فأنت تفهمها شوف مني اللي بيعمل إيه يا طرى اللي بيعمل داوت اللي هو الجماد هيبقى اسم مفعول العاقل يبقى اسم إيه فاعل قرأته سبعة هنا طبعا كلمة سبعة دا عدد هقول إيه سبعة كتب هقول قرأت سبعة كتب تحضر هنا هقول إيه الدولة أكثر تحضرا اكشف المعجم عن كلمة المستقر هيبقى كرة وطبعا السمات وسمة وهقول كلمة الأطباء طبب وكلمة الجدين اللي هو طبعا العمل الجاد اللي هو جدا هنا طبعا بنقول إن إحنا وقتنا طبعا أنا أسفة جدا طبعا أنا بتمنى أنا بتمنى طبعا لطلابي وطليبات الأعزاء المرحلة الإعدادية كل التفوق وكل الحب إن شاء الله وما ننساش طبعا كل التعليمات اللي قلتها النهار دا دي كل الحاجات اللي نهوت لك عليها دي إن شاء الله بفضل الله تكونوا من إيه من الموفقين والدنيا طبعا تكون حلوة جدا مش يبقى فيه وقت طبعا إحنا بنقول إن إحنا لازم نهتم جدا بالحاجات اللي إحنا قلناها النهار دا وإن شاء الله الله الموفق وكنت سعيدة معاكم وأرجو إن أنا ما كونش يدفت قيل عليكم وأرجو إن أنا قدرت أقدر فعلا إن أنا يعني أوصل معاكم لأي حاجة أنت كونوا عارفينها وأنا أسفة جدا للتصالات اللي ما قدرتش رد عليها وأسفة للمداخلات اللي هي طبعا يعني ما كمنيتش أنا أسفة جدا إن شاء الله الله المستعان وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا أهم حاجة تخلي بالك وتقرأ القطعة مرة واثنين وثلاثة وكل الإجابات هتلاقيها في الورقة صدقني سواء قصة أو نصوص أو قراءة لإن إحنا عايزين نساعدك إحنا مش عايزين نوقع عكلا إحنا عايزين نساعدك فهتلاقي حاجات كتير جدا لما تقرأ الورقة هتعرف تحلها وبالتوفيق إن شاء الله وكل سلام طيب موسيقى موسيقى